إذا للوقوف عند الذكرى الرابعة بعد المياه لثورة العشرين ينضم إلينا عبر سكايب الكاتب والمحلل السياسي عبدالقادر النايل وستاذ عبدالقادر مرحبا بكم بداية قبل الدخول في بيان هيئة علماء المسلمين كيف تنظرون للحملة الطائفية التي تستهدف رموز ثورة العشرين والمقاومة العراقية وقت ذاك أهلا وسهلا بكم ومشاهدكم الكرام ثورة العشرين حقيقة ثورة وضاءة في تاريخ العراق يفتخر بها جميع العراقيين عبر جميع الجال التي تلت ثورة العشرين وبالتالي لها منهجية إلى هذه اللحظة يعتقدون العراقيين أنها استطاعت أن تنجح نجاحا في تأسيس الدولة وبالتالي ينبغي السير على خطى قادتها ولذلك عندما يتجاوز هؤلاء على أحد أكبر رموز ثورة العشرين وهو الشيخ ضاري محمود الزوبعي ذاك لأن الشيخ ضاري استطاع قراءة مشروع الاحتلال الإنجليزي وهو توطين الهنود في العراق ليكون وطنا بديدا لهم وبالتالي عمل على تنسيق الجهود ما بين عشائر شمال العراق وعشائر جنوب العراق وعشائر غرب العراق من أجل الوقوف بوجه هذا المشروع الخطير ولا سيما وجود الاحتلال وبالتالي ضرب الاحتلال ومقاومته سيفشل هذا المشروع فاستطاع أن يكتب أو أن يكون سببا رئيسيا في كتابة ميثاق عشائر عراقي وطن وبالتالي هؤلاء الذين الطارئين الذين يتجاوزون على الشيخ بار المحمود لأنهم حقيقة إما أحفاد هؤلاء الهنود أو المعدان الذين استوطنوا في العراق وبالتالي يرون أن الشيخ قد حرم رحمه الله قد حرم هؤلاء من أن يقدم العراق أو أن يقدم الإنجليز العراق كوطن بديل للهنود بعد أن استأجر أو أصبح الهنود يخدمونه في جيش الاحتلال الإنجليزي وفي تدمير المنطقة العربية لأنهم أصبحوا كمرتزقة يعتمد عليهم الجيش البريطاني أستاذ عبدالقادر هيئة علماء المسلمين في العراق في بيانها بمناسبة هذه الذكرى قالت أن أبطال ثورة العشرين تناسوا اختلافاتهم وتوحدوا أمام خطر الاحتلال البريطاني أنتم تعلمون جيدا أن نظام المحاصصة في العراق يعمل الآن على زرع الخلافات وزرع الطائفية بين أبناء الشعب العراقي الواحد ولكن السؤال هنا هل نجحت هذه القوى في وقف مشروع التغيير أستاذ عبدالقادر؟ أولا العراق منذ قديم الزمان هو فسيفساء جميلة يجتمع فيها مكونات وأطياف يمكن أن تقدم نموذجا للعالم وبالتالي لا يوجد مشكلة اجتماعية بين أبناء الشعب العراقي حتى في وقتنا هذا وبالتالي كل احتلال يعمل على تفرقة الشعوب لموصول إلى غاياته وأظن أن القضية الآن أكثر مما مضى لأنه يعلم تماما أن الوحدة الوطنية استطاعت أن تفشل جميع مشاريع الاحتلال ولا سيم الاحتلال الحديث البريطاني السابق وبالتالي إذا ما استفاد العراقيون من أن رموز الثورة تجهوا باتجاه العقد الوطني هو الذي أسس لخلاص العراق وانتزاعه من المشاريع التي أرادت أن تعصف به لذلك حريم بناء الآن أن نعود إلى منهجية قادة الثورة في أن يكون هناك عقدا وطنيا اجتماعيا يعمل على وحدة العراقيين وينسف جميع الخلافات وبالتالي الهويات الفرعية هي هي أهويات تنوعية لذلك حقيقة يعزف وتدعم القوى مشروع الطائفية في العراق والعزف عليه من أجل أولا تقسيم العراق ولذلك الآن الأمريكان عندما قدموا العراق إنه مضيعة هم يستخدمون ذات الإسلوب وهنا أقصد الإيرانيين والأمريكان الذي استخدمه البريطانيين ولذلك يحاولون الآن توطين الإيرانيين وأذرعهم في العراق ليكون وطنا بديلا لكل مرتزقة إيران وما قانون التجنيس وغيره من منح الجنسية العراقية لا دليل على ذلك ولذلك على العراقيين أن يعو خطورة الموقف ويغلبوا الحالة الوطنية ولا ينساقوا مع هؤلاء المدفوعين والمأجورين الذين يريدون تفريقة العراق على أسس طائفية من أجل تقسيمي ومن أجل إنهاء العراق كوجود وتوطين يعني أجانب بدل سكانه الأصليين فعليهم بالرجوع إلى المنهج الوطني وعليهم بالنظر إلى كيفية قادة ثورة العشرين تناسوا الخلافات المذهبية والعشائرية والاجتماعية والفوارق الطبقية واتجهوا كقلب رجل واحد بوطنيتهم وبالتالي استطاعوا أن يستعيدوا العراق وأن يجبروا الاحتلال على تأسيس أول دولة وطنية أستاذ عبدالقادر العراق يعيش اليوم نفس الظروف التي أدت لانطلاق ثورة العشرين هناك احتلالات متعددة جاثمة على صدر العراقيين ولكن إلى أي مدى يمكن لهذه الظروف أن تدفع الشارع العراقي إلى الخروج بثورة تغيير شاملة كما حدث في ثورة تشرين الماضية العراقيون خرجوا بثورات لكن هذه الثورات كانت متنوعة وربما كانت مناطقية خرج غرب العراق بالثورة وكانت منها مقاومة الاحتلال ومنها تظاهرات الست محافظات ثم العراقيون في جنوب العراق في ثورة تشرين وأيضا في بغداد جمعت جميع المكونات العراقية الآن نحتاج إلى ويحتاج العراق إلى ثورة وطنية شاملة والظروف الحالية حقيقة أثبتت للعراقيين أنه لا أحد مساعدهم سوى سواعدهم وسوى حقيقة تماسكهم وتماسك أيديهم فيما بينهم وبالتالي هذا التعاضد هو الذي يفت بمشاريع الاحتلال ومشاريع أذنابه من أحزاب السلطة الذين يسعون إلى تدمير العراق وبالتالي إذا ما رأينا فإنما يتكلم به أبناء شمال العراق وأبناء جنوبه وأبناء غربه وعاصمة الحبيبة بغداد نجد أن الهموم واحدة وأن الأخطار الذي يتحدثون عنها بأنها تريد أكل العراق والعصف به واحدة وكلهم ينظرون إلى أن إيران تسعى إلى تدمير العراق عبر أوراقها الطائفية وعبر عملائها وأن أمريكا هي من سلمت العراق فبالتالي الظروف أصبحت ملائمة تماما لأن يتحد العراقيين ليقدموا ثورة وطنية شاملة كما قدمها أسلافهم من أجل استعادة العراق واستعادة وطنهم الذي هو أمانة الأجيال القادمة وأمانة التاريخ نعم سيد عبدالقادر عبر اسكايب الكاتب والباحث السياسي عبدالقادر النهيل شكرا جزيلا لكم